لو هتختار في الشكل فالتنين حلوين هتحتار زي ما انا ما احتار ما بين جمال الريلمي سي سبعة وستين وما بين الريدمي نوت تلتاشر الاتنين جمال جدا وشكلهم طحفة جدا فلو انت هتاخدهم على سلسل الشكل مين الاحلى هتحتار صدقني لان زي ما قلت لك الاتنين حلوين جدا اما لو بتختار بقى مين الافضل ما بينهم وتشتري الريلمي سي سبعة وستين ولا الريدمي نوت تلتاشر فخلينا اقول لك هنوضح الكلام ده في المقارنة ما بين الموبايلين الاتنين موبايلين متشابهين في حاجات كتير وحلوين جدا وفيه نقط كده وفيه تركات ما بين الموبايلين هتفرق في الاختيار فخلينا كده اقول لك واسعرض لك التحدي النهاردة ما بين الريدمي نوت 13 4G وبين الريلمي سي 67 4G برضو دي النسخ الفور جي اللي نزلت وانتشرت لنا اكتر فخلونا كده نشوف المقارنة كاملة ما بين الموبايلين ونقول لكم في الاخر كده التفاصيل لكن تعرف الفرقات اكيد ما بين الاتنين وتختار ايه الافضل ليه ما تنساش كالعادة تعمل لايك للفيديو ولو مشترك في القناة اكيد تنورني باشتراكك وتفعل اشعارات عشان تتابع كل الكلام الجديد اللي جاي بداية كده من الحاجات اللي تفرق ما بين الموبايلات اهم حاجة تقريبا البرصر او المعالج وده المسؤول عن اداء الموبايل وصرعته وقوته مع الوجهة مع الرام مع شوية حاجات تانية هنقولها فيما بعد او حاجات بتساعد اكيد في سرعة الموبايل لكن اهم حاجة زي ما قلنا البرصر او المعالج معاك هنا المعالج اللي موجود في الموبايلين واحد وهو السناب درامون ستمية خمسة وتمانين معالج بتقنية ستة نانو ميتر معالج لحد ما موفر للبطارية حلو في السهلاك للبطارية مش بيهلق جامل لكن معوش الافضل ومعوش الاقوى في الجيمز تحديدا حلو في التصفح في التنقل في المهام اليومية وبرضو بيشغل معاك الجيمز لكن مش على اعلى اعدادات زي ما قلت لك المعالج اللي جاي في النوت 13 هو نفسه اللي جاي في الرلمي سي 67 مع معالج رسومي ادرينو 610 طيب لو انا بحط اللي اتنين في مقارنة مين فيهم اللي هيكون الاسرع من التاني عايز اقول لك اللي اتنين متقربين جدا في فتح التطبقات او في فتح الجيمز شوية يفتح الرلمي سي 67 اسرع وشوية يكون النوت 13 اسرع فالتنين متوازنين او والتنين ماشيين على نفس المنوال ده يبقى اسرع مرة تقربين اوي في الاداء لان المعالج واحد لكن مع اختلاف الوجهات. في الريلت منوت تلاتاشر موجود وجهة شاومي الميو اي فورتين. علاها كلام كتير لكن لحد ما بيحاولوا يحلوا فيها المشاكل وحتى الان ما فيش مشاكل كبيرة ظهرة في الوجهة حتى الان. فيها تطوير حلو وفيها يعني حركات وتركات كتير حلوة. وموجود في سبعة وستين وجهة ريلمي. وهنا جاية وجهة مخففة شوية. واجهة ايديشن اه الفور واجهة مخففة شوية عشان تماشي معاك الحال وما تحسش بيه تقل. انا صراحة بحب وجهة ريلمي سالسة وخفيفة ونعمة وكويسة جدا. الموبايلين اللي اتنين جايين تمانية جيجا رام مع متين ستة وخمسين جيجا كمساحة داخلية. ودي النسخة اللي انتشرت اكتر في الريلمي سي سبعة وستين. اما الريد منوت تلاتاشر فهتلاقي جايب اكتر من نسخة وفي نسخ كتير جدا هتنتشر مع العلم ان في فارق سعر بين الموبايلين. على الاسعار اللي موجودة الحالية والاسعار متغيرة الريلمي سي سبعة وستين سعره اقل شوية من الريدمي نوت تلاتاشر وزي ما قلت لك الاسعار من السبتة. لكن برضو حتى الان لسه ما فيش فرقات وموضحناش الفرقات كاملة بين الموبايلين. احنا حتى الان في نقطة الاداء وانه زي ما قلت لك النقطة دي المهمة فالاتنين متسويين في نقطة الاداء. النوت تلاتاشر نازل باندرويد تلاتاشر والريلمي نازل باندرويد 14 فاحدث شوية في الاندرويد اللي اتنين فيما بعد هيتحدثوا الاول انت عملت اللايك ولا لا يا صاحبي لو ما عملتش اللايك موضوع سهل اخبط اللايك واشترك في القناة يعني دلعني كده بقدلع طيب ناخد بقى معنا نقطة الشكل الخارج زي ما قلت لك اللي اتنين شكلهم حلوة جدا اللي اتنين وزنهم خفيف يمكن الريلم اخف شوية وارفع شوية لكن اللي اتنين خفاف جدا ده 188 جرام ده 185 جرام ده 8 ملي ده 7 و 6 ملي فما فيش فرقات كبيرة بين الاتنين ممكن فيه اختلافات بقى فيه حاجات بسيطة هنا هقولها لك اكيد الريلمي 67 بيدعم تزويده بكارت موموري خارجي بجانب الخطين اما الريدمي نوت 13 ما بيدعمش تزويده بكارت موموري خارجي فدي نقطة ممكن تبقى حلوة شوية لصالح الريلمي لو احتاجتها الريلمي موجود البصمة بتاعته بصمة جانبية تعمل بكفاءة كويسة جدا والريدمي نوت 13 البصمة بتاعته موجودة على الشاشة بتبقى اشيك شوية لكن مش بتبقى بنفس السرعة اللي موجودة في البصمة الجانبية والكلام ده هيخلينا نروح اكيد نروح على الشاشات لكن قبل ما نروح الشاشات خلينا اقول لك ان الموبايل كله الاتنين مصنعين من البولي كربونايت فيعني ده كل اللي بقى موجود دلوقتي بيدعمه وده شهادة مقاومة للمية والغبار للترتشة مش ان انت تتوقعه في مية او وتنزل في بيوسين ده بيبقى لترتشة المية سواء بقى في الشتاء او لو انت بتتوضى اما لو جينا لشاشات بتاع الموبايلات اللي اتنين تقريبا حجمهم واحد فرق بسيط جدا بين الاتنين لكن مش هتحس بيه فعليا حتى على حجام الموبايلات اللي اتنين يعتبر حجمهم واحد حجم بتاعهم كبير الاعلى في الشاشتين في الكواليتي وفي حاجات تانية هتكون الردمي نوت تلاتاشر اللي جاية سوبر امولود بجودة فول اتش دي بلاص معدل تحديث مية وعشرين هرتز بسطوع بيصل الى الف وتمنمائة نيتس وده سطوع عالي جدا وموجود عليها طابعة حماية من الجيل التالت وحجم الشاشة ستة باصلة سبعة وستين انش اما اللي موجودة في الريلمي السي سبعة وستين هي شاشة من نوع اي بي اس ال سي دي مش امولود والامولوب بتبقى اعلى شوية في القواليتي اعلى شوية في الالوان وتشبعها عن الاي بي اس لكن ما زالت الاي بي اس لحد ما معقولة وحلوة ومرضية اللي موجودة في الريلمي جاية بحجم ستة تفاصلة اتنين وسبعين انش حجم الى حد ما اكبر السيكة لكن زي ما قلتلك مش هيبان اللي اتنين احجامهم كويسة وبجودة فول اتش دي بلاص ومعدل تحديث اقل شوية تسعين هرتز والسطوع بيصل الى تسعمئة وخمسين نتز فلو بنقارم ما بين الاتنين هتكون اكيد اللي موجودة في النوت 13 افضل لكن مسالة اللي موجودة في الريلمي 새�بابة وستين برضو كويسة مش وحشة لكن بنقارم بين الاتنين اكيد النوع هناك افضل في النوت 13 والاهم السطوع بتاعها عالي جدا 1800 نتز مقابل تسعمائة وخمسين في الريلمي الريلمي برضو السطوع بتاعه معقول لكن هو مش احسن حاجة لو بنقارن ما بين الاتنين. ريلمي بقى تتميز هنا شوية فيها زيادة كده في النوتش او الووتر دروب النوتش او الهول بانش بقى تحديدا اللي موجود في ريلمي موجود بقى الحركة بتاعة ريلمي اللي بتعملها مؤخرا اللي هي شبيهة الايفون بتلاقي بتفتح معك كده لما بتحط الشاحن بيجي لك فيها قدرة الشحن وبعض الاشعارات فيعني حركة لطيفة ممكن تشغلها او تقفلها من الاعدادات وطبعا بتشتغل دي من خلال طيب يبقى بقى عشان ما تتكلمش كتير وما تتوفش مني والفيديو ما يتوالشي فقى انا قلت لك نقطة الاداء متساوية في الاتنين نقطة الشكل برضو متساوين في الاتنين او الاختلافات دلوقتي تظهر في النوع الشاشة وفي السرعة بتاعتها وفي او السطوع بتاعها ده حتى لانا الفرقات ما بين الاتنين طيب لو جدا بقى الكاميرات هنيجي برضو هنلاقي في فرق النوت تلتاشر جايبك تلات كاميرات خلفية تلاقي كاميرا رقصية هي نفسها اللي موجودة برضو في الريلمي كاميرا رقصية بقدرة عالية جدا مية وتمانية ميجا بيكسل فتلعسة اف وان بوينت ايت وموجود كمان كاميرا بدقة خمسة ميجا بيكسل كاميرا الترا ويد وموجود كاميرا اتنين ميجا بيكسل للعزل والبرتريق ودي الكاميرات اللي موجودة في الريدمي نوت تلتاشر اما اللي موجودة في الريلمي السبعة وستين هي نفس الكاميرات لكن مش موجود كاميرا الا 10 روايط اللي هي بدقة 5 ميجا بيكسل موجود كاميرا رmotات بدقة 108 ميجا بيكسل وموجود 2 ميجا بيكسل للab Bastion وللبرترية فالكاميرات الرئاسية الاتنين متشعبين جدا ونفس الاداء تقريبا هو اللي موجود في الاتنين اختلافات ببسيطة كده في الالوان لكن ما زالت الكاميرات قويسة جدا في الموبايلين نفس الكاميرات نفس المعالجة تقريبا نفس المعالج نفس كل حاجة اما برضو لو جلت للكاميرا السيلف فهتلاقي في اختلاف شوية لكن اختلاف جوهار شوية ومش فارق كتير خلي بالك الريدمي نوت 13 جاي كبيكسلات 16 ميجا بيكسل فتلعسة F2.4 اما الريدمي فجاي بسيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل فتلعسة F2.1 فالكاميرتين هنا قريبين او من بعد لان فتحت عدسة اللي موجودة في الريدمي احسن من الموجودة في شاومي او في الريدمي لكن الريدمي البيكسلات بتاعته اعلى فبص هي الحتة دي هتفرق معك او التجربة الفعالية او هتفرق معك يعني ان الكاميرات بالنهار ممكن تبقى الريدمي نوت 13 افضل شوية اما بالليل فهتلاقي افضلية شوية لصالح الريالمي C67 فتلعسة بتاعته بتلم دوق اكتر فبتديك تجربة صور هتكون افضل فالكاميرات بنسبة كبيرة قوي يعني الحاجات الرأسية اللي انت تعتمد عليها مفيش نقط فرقة في الاتنين هما الاتنين شبع بعض لو الناس اللي بتهتم بالتفاصيل قوي زي ما قلتلك كاميرا الخلفية موجود كاميرا الترويت في الريدمي نوت 13 يعني لو لك استخدام فيها بتاع التصوير الواسع اما الاتنين الكاميرات قريبين جدا من بعض بيصوروا شبع بعض بجودة Full HD الاتنين وموجود في الاتنين مايك العزل للدوشة او للضوضاء وانت بتصار بقى فيديو او لو انت بتتكلم في التليفون موجود في الاتنين فما فيش اختلافات ما بينهم حتى لو جينا بقى للبطاريات ونسيب بقى للكاميرات والكلام ده ونخش على بطاريات الموبايلات اللي اتنين بكوة 53 ميلي امبير وبدعمه الشحن السريع بقدرة 33 وط قدرة شحن الى حد ما معقولة ومقبولة وحلوة على الريل بي سي 67 لكن النوت 13 كان المفروض تبقى اعلى من كده شوية لان السعر بتاعه هيفرق شوية زي ما قلتلك الاسعار متغيرة حتى الان بالاسعار الموجودة الحالية النوت 13 سعره اغلى من الريل بي سي 67 عشان كده حطط لك الاتنين في مقارنة وهل الفرقات اللي ما بين الاتنين تستاهل لانت تشتري النوت 13 وتدفع ثمن اعلى ولا توفر فلوسك وتشتري الريل بي سي 67 فاكيد الحتة دي ترجع لك انت اكتر انا بس بوضح لك الفرق بين الاتنين وبوضح لك هل الفرقات تستاهل ولا لا وانت اكيد الاختيار بيكون لك لكن لسه فاضل شوية تفاصيل كده خلينا نقلها طيب نرجع بقى زي ما قلتلك الفرقات حتى لا ما فيش فرقات كبيرة بين الاتنين حتى في صوتيات الاتنين فالصوت حلو جدا في الاتنين وكويس سمعات مزاوجة في الاتنين والله كويسة جدا وتحديدا انها جاية في الريالمي طيب نجي بقى للمستشعرات اللي موجودة في الموبايلين برضو المستشعرات كويسة جدا في الموبايلين وشبه بعض وموجودين هاردوير هتلاقي مستشعر التقارب مستشعر التصارع والجايروسكوب كل المستشعرات اللي انت بتستخدمها سواء بقى اللي هو بتاع قفل الشاشة اللي هو التصارع أو القرب بتاع البروكسومس السنسور أو الجايروسكوب اللي بتحتاجه أكتر في الجيمز أو في مهام تانية فموجودين هاردوير وموجودين فعليا في الموبايلين فأكيد نقطة كويسة في الاتنين بس لو بالنسبة للمستشعرات اللي اي اي ار بالأسر والخاص بتحكم في الاجازة كاربيا بتاع شاوما باحتكراه فموجود في الريدمي ومش موجود في الريلمي يعني دي لو فرقة معاه واخيرا بقى قلبة الموبايلات من احلى الحاجات صراحة ان الموبايلات موجود فيها كل المجتملات موجود معك الشاحن بكوت تلاتة وتلاتين وط شحن ده معدى الف جنيه دلوقتي فحلو ان هو موجود موجود معك جراب والموبايلات علها سكرينة هي الهند فري بس او سماعات السلك مش موجودة في الموبايلين لكن المجتملات كلها موجودة في الموبايلين طيب بص بقى في نقطة 2 زي ما قلت لك الريدمي نوت 13 سعره عايكون اغلى من الريلمي C67 الريلمي C67 بيبيعه في مصر بضمان دولي يعني مالهوش ضمان هنا في مصر بسعر بتاعه دلوقتي حاليا بسعر الفيديو 8 جي جرام 256 في حدود 9000 جنيه تقريبا فزي ما قلت لك برضو الاسعار متغيرة وبطريق الفيديو النوت 13 لسه متسعرش في مصر لكن هو متسعر برا في حدود 180 دولار لكن خلينا اوضح لك برضو ان النسختين او الموبايلين 8 جي جرام 256 في الموبايلين الاسعار وفروق الاسعار ما بينهم في دول تانية اللي نزل فيها بشكل رسمي زي السعودية والامارات النوت 13 نزل في السعودية ب800 ريال اما الريلمي C67 فنزل ب630 ريال فزي ما قلت لك فيه فرق سعر ما بين الاتنين وكذلك برضو النوت 13 نزل في الامارات بسعر 750 درهم والريلمي C67 بنزل بسعر 570 درهم فنلاحظين اكيد ان فيه فرق سعر ما بين الاتنين يعني فرق السعر لو بنقول لصالح هكون لصالح الريلمي او ميزة ايجابية لصالح الريلمي بتشجعك ان انت هتشتري الريلمي اكتر طيب الفرقات ما بينهم ايه الفرقات ما بينهم ايه لصالح النوت 13 نوع الشاشة فيه افضل شوية السطوع بتاعه اعلى شوية المعدل التحديث بتاعه 120 مقابل 90 يعني اعلى سيكا وموجود فيه كاميرا الترويج فالتقدير بقى بيرجعلك انت همعلم قدامك اللي اتنين ففرق السعر فرق السعر لو بسيط ممكن تشتري النوت 13 فرق السعر كبير يبقى تشتري الريلمي C67 مع العلم لو انت في مصر تخلي بالك من الموبايل وانت بتشتريه عشان الموبايل ملهوش ضمان في مصر الا لو المكان اللي انت هتجيب منه هيديك دوان فديش نقطة هتكون كويسة جدا فالنوت 13 اكيد كسب بفرق بسيط لان في فرق سعر بين الاتنين لكن ما زالت ريلمي موجودة بموبايلات تانية زي الريلمي 11 اللي نزل قبل كده وهيكون له مقارنة تانية قدام الريتمي نوت 13 مع شاومي مش هتكسب ريلمي بسهولة كده ريلمي ورده لسه موجودة فخلونا بقى في الفيديوهات الجاية نوضح لكم كل الكلام ده ونعمل مقارنة ما بين الاتنين اتمنى اكونش طولت عليكم احس ان الفيديو تول مني والله بحاول اختصر لكن برضو بحاول اوضح كل حاجة لكل الناس عشان الناس بقى فاهمة وياها بتشتري تعمل ايه ماكونش بوجهك انا اقولك اعمل كذا واعمل كذا بس فده كان كل شي بخصوص فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم ننساش تعمل كالعادة لايك للفيديو الشير بيفضل غير عشان بقى حبيبك والاشتراك والاشعارات واشوفكم فيديو جهة على خير فرح تلا